تلاقيت مقطع فيديو من قناة LBC على الفيسبوك قبل أسبوعين كانت مقابلة مع نيك فيراري يلقب نفسه الدكتور السمين الدكتور السمين وكانوا يعطوا معلومات عن كونك وحش بتأكل ما تريد ليس للزيادة في الوزن علاقة بالأكل استخدمه مثال تقدر تجري ثلاث ساعات يوميا وتأكل ورقة الخص فقط وستزيد وزنك في السنة ده هزار أنا غضبت لما شاهدت ذلك ده أكتر كلام مزعج شاهدته من خبير صحي يدعو لنمط حياة غير صحي يقول ليس هناك مشكلة لو كان الأطفال وحوش ليس لديهم مشاكل صحية عدم العلاقة بأي علة صحية حقيقية مما هو بطبع خاطئ كان هذا ما جعلني أذهب إلى صفحة الدكتور السمين على الإنستجرام ببساطة كنت أنظر من خلال قليل من المنشورات حول أكل ما تريد عدم تناول الطعام بشكل مسؤول وتناول الأطعمة المعالجة تلقائيا هم يقول إن هذه الأطعمة خطيرة لديهم غرض وهم بكل بساطة يروجون لمعلومات خاطئة خطيرة أود أن أنشر كلمة إيجابية أكثر نحن في فترة الآن الناس تأكل أكثر من اللازم خلال فترة الكريسمس والكثيرون يلجؤون لبرامج فقدان الوزن ويتبعون نظاما صحيا في السنة الجديدة بالتالي الكثيرون يضعون أجسامهم تحت ضغط شديد ويتبعون حميات قاسية لا أعتقد أن هذه الإجراءات القاسية لها أي فائدة طويلة الأجل أو فوائد صحية طويلة الأجل لكن الرسالة التي يجب أن تكون بها نحتاج إلى أن نتناول الطعام بشكل مسؤول إذا تناولنا ما نريد عندما نريد سنكون زائدين في الوزن إنها ببساطة كذلك